السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيب عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير مين فينا مش بيحب المنجا وبيستنى الموسم بتاعها بشوء ولهفة؟ انا عن نفسي من عشاء المنجا بكل انواعها طب ايه رأيكم؟ نعمل النهاردة مهرجان للمنجا هنخزنها مع بعض باكتر من طريقة وكمان نعمل منها احلى عصير مركز من غير خلاط ولا مضرب ولا كمان سكر ونأكلها كمان لو عايزين المنجا منجتنا ونعمل فيها اللي احنا عايزين لكن قبل ما نبدأ اتمنى اللي مشتركش في القناة يشترك ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يلا بينا ندخل على المهرجان على طول وكمان نتعرف على افضل الاصناف للتخزين يلا نقول بسم الله ونبدأ انا بستخدم القشرة في تعشير المنجا ببدأ قشر المنجا من فوق ونعند القعدة كده بتاعتها وقشر بالقشار القشرة بس اللي بتطلع ما فيهاش اي منجا الاصناف اللي انا بستخدمها النهاردة في التخزين الخضرة دي كيت وزبدي والحامرة الجميلة دي نعوم اللي طعمها جميل ولونها كمان جميل في العصير وكوامهم كمان بيكون مركز جدا ودول اكتر اصناف بفضل اخزنها عشان نسبة السكرات فيهم بتكون عالية وكمان نسبة النشوات بتكون عالية لما بنعمل منهم عصير بتدينا كوام كويس ولونها زي ما انتم شايفين كده والنعوم كمان لونها اغمق من كده كده قشرت المنجاية ابدأ بقى قطعها برضو من نفس اتجاه التقشير اللي هي مع اتجاه الانسجة لو قلبتيها الانسجة بتاعتها مش هتخليك تقطعها كويس ولا تقشري كمان كويس نقشر كمان واحدة نعومي مع بعض كده بنشيل القعضة دي ونبدأ تقشير من فوق مع اتجاه الالياف مش العكس ما تقلبيش المنجاية وتقشري كده بيكون اسهل بكتير شايفين بقى لون النعومي جميل جدا في العصير دي بتبقى تحفل طبعا فيه اصناف كتير للمنجا منها السنورة والفص ودول ما بفضلش ابدا نخزنهم لسببين اول سبب انهما بيطلعوا في اول الموسم فبيكون سعرهم جال جدا تاني سبب ان النشويات فيهم ما بيكونش عليها يعني العصير منهم هيكون قوامه خفيف وده مش اللي احنا عايزين عصير المنجا الصح لازم يكون قوامه تقيل ومركز هنقطع برضو المنجاية دي خلي السكينة تغبط في البزرة شايفين دي بالسكينة لحد البزرة والنعومي اجمل ما فيها انها ملهاش بزرة اساسي وطبعا مصر البزرة كلنا عارفينه بيروح فيه مش هقول بقى المراتي قشرت كمية كبيرة من المنجا وقطع طاعة كده زي ما انتوا شايفين وهبدأ اقطعها على حسب الاستخدام لو عصير هنقطعها مكعبات بحيس انها تدخل الخلط على طول لو للتزين او للأكل هنقطعها شريح زي ما انتوا شايفين كده واللي هنزين بقى الحلويات لازم نحفظها بطريقة معينة مش هينفع نحطها في كيس كده زي اللي بنامن منها عصير هوريكم دلوقتي قطعت كمية كده من المنجا شريح ونجيب بقى علبة ونحط فيها كيس تلاجة كيس تلاجة فتحناه مش هينفع نحط في العلبة مباشرة عشان متلزقش في العلبة واللي بتستخدم للتزين او للأكل دي بتبقى طبقة واحدة عشان نقدر نخركها بسهولة ما نبقاش محتاجين ان احنا نفك العلبة كلها حطت كده كمية من المنجا افريتها بقى على الكيس اللي جوها العلبة وما خليهاش طبقتين وهفصل ما بين الطبقات بالكيس عشان ما يمسكوش في بعض كده دي اول طبقة اقطيها بقى بالكيس كده وحط الطبقة التانية بالطرقة دي في اي وقت نحتاج منجا نخرج العلبة ناخد منها الكمية اللي احنا عايزينها وندخل البيع على طول في الفريزر من غير ما يفك هقطح كمان كمية كده من اللي احنا نستخدمها للتزين الحلويات او للأكل والمنجا اللي احنا بنستخدمها في التخزين لازم تكون متماسكة مش طريق عشان نقدر نتحكم فيها وحنا بنقطحها للتخزين كده قطعت كمان كمية بنفس الطريقة دي نجيب العلبة نحط فيها الطبقة التانية اللي بينها وبين الطبقة الاولى الكيس ما تنسوش الخطوة دي لو حترم كلهم على بعض هتمسك المنجا ببعضها ولما تيجي تخرجيها مش هتخرج معاك بسهول واتطرد انك تفك العلبة كلها تحطي بقى هنا طبقة اتنين تلاتة زي ما تحبي لحد ما تمنل العلبة لو حبي ودي كده اول طريقة معنا في التخزين نشوف بقى الطريقة التانية ناخد كمية كده من المنجا اللي احنا قشرناها وقطعناها ولازم نخسل المنجا كويس قبل ما نقشرها عشان المنجا ببقى فاها رمل لازم تتأكد انها نضيفة وغسلتها كويس دي بقى نقطح مكعبات كده للعصير عشان وقت ما نحب نعمل عصير نطلع الكيس ونحطه في شفشة الخلاط ونضرب على طول ما نستناش المنجا تفك لما المنجا تفك ما بتدناش القوام اللي احنا عايزين المنجا لما تكون مجمدة بتدين افضل قوام للعصير المنجا وميزة الاصناف دي في العصير انك ما بتضطرش تضيف اي اضافات عشان تديك قوام مزبوط فيه ناس بتحط طبعا بطاطا مسلوقة او جزر او قرع عسلي وده اللي مستخدمين نوع منجا نشوياته قليلة مش بتديك قوام هنا في الحالة دي لازم يضيفوا اضافات لكن الاصطاف اللي انا مستخدمها النهاردة دي فيها سكريات عالية ونشويات كمان عالية زي ما قلتلكم فانت مش هتحتاج تضيف اي اضافات عليه وتقطيعة المكعبات دي بعمل منها كمية كبيرة عشان اكتر استخدام هو العصير طبعا لكن الحلويات والاكل كده بتبقى حاجات بسيطة فانا هقطح كمان كمية كده مكعبات برضو تقطحها سهل جدا ازاي ما بهدلناش ايدينا بقى لا في التقشير ولا في التقطيع وكمان في التعبية هعبيها معاكم في الكياس بطريقة سهلة جدا خليكم بس معايا كده وانشوف كل حاجة مع بعض كده خلاص قطعت الكمية دي من المنجا مكعبات زي ما انتو شايفين كده يلا بقى نعبها في الكيس هرفع القطاعة عالطبق واجيب كيس التلاجة العاد خالص وحطه تحت حرف القطاعة ما بين الطبق والبلانشة زي ما انتو شفتو كده ونسحب المعلقة على الكيس على طول شايفين؟ ترقى سهلة جدا ازاي؟ مغرب بقى من بهدل الدنيا ولا نمسك المنجا بايدينة ولا اي حاجة خالص خطوة رفع البلانشة دي بتساهل علينا كتير جدا والمعلقة السيلكون كده بتسحب المنجا وتنزلها في الكيس على طول وبنحط في الكيس الكمية اللي على قد العصير مرة بدل ما نقعد نفك ونشيل ونحط يعني منها وكده الكيس كده يبقى على قد مرة عصير ونفرده كده ونقفل عليه شايفين؟ هعمل بقى معكم كمان مرة برضو جيبنا كمية من المنجا كده ونقطعها مكعبات لما المنجا بتكون متماسكة بتكون تقطعها سهل ما بتتعصرش منينا بقى لو احنا بنقشرها ولا لو احنا بنقطعها وان احنا بنقشرها برضو بالقشر بتاعة البطاطس دي طريقة جميلة جدا وسهلة اسهل من السكينة بكتير او وانا بعمل اكبر كمية من التخزين بالطريقة دي لان باستخدمها في العصير اكتر من اي استخدام تاني كده بتكون جاهزة نسحب الكيس ونفضيه بدرق الخلاط على طول كده اقطعت كمان كمية من المكعبات وهوفضيها معاكم في الكيس بنفس الطريقة هنحط الكيس ما بين الطبق والقطع يارب تكون واضحة معاي الكيس اهو ما بين الطبق والقطع ونسحب بالمعلقة السيليكون او اي معلقة عندك يعني مش لازم سيليكون كده بنملى الكياس كلها بنفس الشكل كده والكيس على قد مرة عصير نشوفوا ايدينا بقى نضيفها ازاي وبعددناش الدنيا ولا اي حاجة دي كده تاني طريقة في تخزين المنج عملناها مع بعض بكل سهولة عملت معاكم كيسين بالطريقة دي واعمل انا بقى الكيمياء براحتة عشان مضيعش وقتكم دي كده الطريقة التانية معانا كده الشرايح والمكعبات يلا نشوف الطريقة التالتة في التخزين حابة تستخدم استريتش او كياس بلاستيك من بتاعت التلاجة اللي احنا استخدمناها ما بيش مشكلة انا مش هستخدم الاستريتش عشان لو محدش متوفر عنده ما يعاقدش الدنيا هنجيبي الكيس كده والمنجال اللي احنا نخزينها صحيحة وصليمة زي ما هي كده لازم تكون متمسكة ما تنفعش تكون طريقة ولا مجروحة من اي مكان وتكون مخسولة ومصطفية ونحطها في الكيس او في الستريتش كل واحدة لوحدها كده ولحابة تجميعهم كلهم في كيس واحد جميديها الاول وبعدين جميعيه برضه نحط واحدة كده من الزبدية بنفس الطريقة مفيش ابسط منها ودي اسهل طريقة للتخزين بس وقت ما نخرجها عشان نستخدمها لازم نقشرها وهي منجمدة منسيبها اشتفك كيسة الكمية اللي انا هخزينها زي ما هي كده صحيحة كل واحدة في كيس زي ما انتو شايفين كده بقى معنا الشرايح والمكعبات والصحيح وعشان يكمل المهرجان بقى نعمل شوبين عصير كده منجم ركزة زي اللي بنجيبه من اشهر المحلات باغلى الاسعار نقطع المنجم شرايح كده زي ما انتو شايفين طريقة وسطة جدا والعصير ده مش هنضيف عليه ولا سكر ولا مي هتشوفوا دلوقتي ممكن نستخدم فيه الهند بلندر هتستخدم ايديك برده مفيش مشكلة انا هستخدم هرسة البطاطس شوب المنجم ده بيبقى غالي جدا لانه مفوش اي اضافات زي ما قلتلكم لا مية ولا سكر كده المنجم تهرست معاها بالهراسة بتاعة البطاطس زي ما قلتلكم اول هند بلندر طبعا اسهل بس اللي ما عندوش يستخدم الهراسة نجيب بقى شوبين كده ونبلاهم بالعصير المركز ده والطرقة دي في عصير المنجم متتعملش لاي حد ده للغالين بس اسبش يا ليعنى وعشان تشربوا كوباية عصير مركزة كده تدفعوا فيها كام انا عملتلكم النهاردة هدية مني ليكم دي كده تاني كوباية ده العصير بتاعنا وعشان يكمل المهرجان برضو هجيب منجاية ونقسمها مع بعض لللي حابب ياكلها وكلنا بنحبنا كلها نستخدم سكينة حامية جدا ولو مش رشرة تكون افضل بتقسمها بالنص تخلي السكينة توصل للبزرة وتليف فيها ايد شمال و ايد يمية تطلع بكل سفلة زي ما انت شايفين كده ايه رأيكم بقى؟ والمنجا اللي انا كلها ما تكونش طريقة عشان نقدر نقسمها كده وعشان العصير ما بتعملش غير للغاليين نقدمه برضو بطريقة شيك كده زي اللي ما بتقدم في الكافيهات شايفين؟ شكله جميل جدا وطعمه كمان اجمل وكده خلصنا مهرجان المنجا عملنا منها احلى عصير مركز وقدمناه باجمل شكل وما نستش عشاء اكل المنجا واستمتلهم المنجا على اتنين اللي حابب بيقولها بالمعلقة وعملنا اكتر من طريق الترازين دي الحبات اللي احنا نشيلها سليمة زي ما هي كده ولما نخرجها من فريزر نتعامل معاه ودي المكعبات للعصير طلع الكيس في درق الخلط ونشغل على طول مع السكر ودي الشرايح اللي نستخدمها في الحلويات وكمان في الاكل ايه رأيكم بقى في المهرجان بتاعنا؟ يا رب المهرجان المنجا يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو واتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته